حبيبي طرح دام بتشرف فيك وأخه وصديقة عزيز خلينا ندخل بالموضوع المهم بالنسبة للناس وأنا حاب أسمع منك رأيك أول شيء من يونيتد عمل الصفقات حتى الآن فان دي بيك خلينا نحكي شايف هذا الفريق بهذه الصفقات أخذ خطوة إنه يكون ضمن التوب فور بتستقرار مش لآخر أسبوع نعم يعني أنت وضحت الأمور توب فور يعني أوكي حتى إذا بدك تسألني حاليا مع الصفقات اللي عملها منشستر يونيتد حاليا إذا شبت توقع منه الموسم القادم طبعا هو بعيد حتى الآن عن ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول اللي حقق عدد نقاط كبير بآخر موسمين ومانشستر سيتي اللي فاز ببطلتين من آخر ثلاث سنوات شيء طبيعي إنه إحنا يعني منشستر يونيتد مش مثل السيتي وليفربول مش جاهزين مثلهم ولكن إحنا المنطقة بيحكي إنه إحنا ضمن التوب فور حتى إذا جبنا مركز ثالث رابع ولكن مثل ما تفضلت إنه مش بآخر أسبوع ونواجه صعوبة كمان الآن من الممكن نطلع على عدد يعني فارق النقاط كمان مش رح يكون أو المفروض ما يكون جاب كبير بيننا وبين المركز الأول والثاني طيب تمام حتى الآن شايف المنطق الفريق مش هماشي منطقي بالأسماء ولا في مراكز هي فعلا محتاجها بس عامل حاله مش شايفها يعني مثلا الناس دائما تتكلم عن ضهير أيسر تتكلم عن قلب دفاع نعم صحيح الآن منشستر يونايتد من فترة يعني في عدة مراكز وخصوصا الضهير الأيسر يعني الضهير الأيمن سدناه بالموسم الماضي ببساكة وكان صفقة جيدة جدا بل ممتازة كانت لمنشستر يونايتد يعني على رغم إنه اللاعب بحاجة لتطور على الجهة اليمين الآن الضهير الأيسر حتى الآن نسمع أنه يعني لطالما أشوف يعني لطالما الصحافة عمالها بتربط النادي بأسماء يعني الصحافة خصوصا الصحافة أو مرات بيكون أخبار من النادي للجماهير إنه إحنا عمالنا بنشغل على هاي الصفقات الآن نرتبط إسهل منشستر يونايتد بأكثر من صفقة ومن أهمها طبعا اللاعب ريجلون من ريال مدريد وحتى الآن الأمور أوكي يعني مثل ما بنحكيها فيها مطبات خصوصا من جانب ريال مدريد ولكن لطالما أنه فيه أخبار في منشستر يونايتد بما يخص الظهير شيء تمام أيضا من بعض المراكز كمان الجناح الأيمن إذا أنت بدك مركز رابع أوكي بتفوت بغرينوود على الجهة اليمين وراشفرد مالوش بدير على الجهة اليسرى أوكي بتمشي أمورك ممكن أنك كمان بليندي لوف وماغوير ممكن أنك أنت تسلك أمورك على مركز ثلاث ورابع ولكن كل المعادلة بتختلف إذا منشستر يونايتد على سبيل المثال مثل ما بنسمع الأخبار الجيدة والرائعة مؤخرا إنه منشستر يونايتد تقدم بالمفاوضات مع سانشو الوسطاء مع سانشو ووكيل أعمال وهنا النظرة بتختلف والأهداف على طول بترتفع سانشو مع ظهير أيسر مع قلب دفاع على سبيل المثال إذا يعني أقول لكم بدون قلب دفاع مع فاندي بيك مع الأسماء الموجودة الآن يصبح الطموح يعني الأهداف ابتعله شوي نبطل نحكي إنه مركز رابع كافي يعني بصراح بدنا مركز ثالث وممكن ننافس على المركز الأولى أخذتني هون طالحا عن موضوع ثاني لنفرض جابولو سانشو لسولشاير وبعد عشر أسابيع صار الفرق خمسة عشر نقطة مع السدارة نعم يعني حيرجعوا يعطوه كمان فرصة لأنه بصراحة أنا عندي مبدأ يعني أي واحد بتحطه يدرب يونايتد وتخليه عشر سنين هيجيب الدورة بالأغير يعني أنه كل سنة بجيبه الأربع خمس لعيبة يعني أنت حطيت أصبعك على الوجع إنه إحنا الشائل اللي بنفتقده في منشستر يونايتد بصراحة مدرب مطور للمواهب يعني دائما الموضوع مش إنك إنت فقط تمتلك فريق شاب دائما أنك إنت ليش تمتلك فريق شاب وبتكون ميزة بالفريق إنه بيمتلك عناصر شاب مش عشان معدل اللاقة البدنية واللاعبين بيركضوا لدقيق 85 إنين بكون فيه روح عند الفريق لا المفروض هو توظيف حاليا خصوصا بهاي الأيام العصر اللي إحنا منعيش فيه اللي هو توظيف العناصر الشابة عندك لتطبيق أفكار حديثة هاي الأفكار الحديثة اللي بتبناها بعض المدربين حاليا أو معظم المدربين حاليا مش بعض المدربين إنه العناصر الشابة بتساعدك في تطبيق هاي الأفكار ودائما إحنا نحكي تطوير اللاعب بيكون بناء على فكرة بتبناها المدرب وعننا أمثل كثير يعني على سبيل المثال لو اتكلمنا عن أرتيتا مع الأرسنال فيه كثير لاعبين اتطور وديفيد لويز من أسوأ مدافع كان بالدورة الإنجليزية أصبحوا من أفضل اللاعبين بالتمرير وبناء الهجم من الخلف هذا الشيء اللي إحنا بدنا نشوفه فيه منشستر يونايتد هذا الشيء اللي بيطمن مشجعين منشستر يونايتد لمسة المدرب تكون موجودة بيساكة أنت جبته بيساكة رائع كان من أفضل الأظهرة قبل ما يجي لمانشستر يونايتد بالدورة الإنجليزية وصل عنده مشكلة هجومية مش عمالنا بنسفيد منه هجوميا على الرغم أنه ممكن يطلع منه اللاعب هون بتيجي فكرة المدرب أنه كيف هذا اللاعب يدخل فيه مثلثات يدخل فيه مثلثة عن الجه اليمين يساعد فيه يكون داعم قريب داعم بعيد هاي كل هالأمور مش عمالنا بنشوفها في منشستر يونايتد وبالتالي برجع باتفق معك مية بالمية في حال أنه جابوا سانشو حتى سانشو على رغم أنه يعني يتنبأ فيه أنه السوبرستار لإنجلترا إلا أنه لازم يكون يلعب بناءًا على فكرة هاي الفكرة من الممكن يطور مستوى وتطور العناصر اللي بجانب ومن الممكن ينهب الفرق أما أنا معك باتفق مليون بالمية معك عقد صفقات بدون تطور وبدون ما إحنا نشوف فكرة تطبق من المدرب على أرضية الملعب لا رحنا ولا أجيه في واحد من الأسئلة اللي جافت انتباهي بالفيسبوك بيقول لك أنه بما أنك مشجع يونايتد لو بدك تلخص لي فلسفة سولشاير التكتيكية بحكي شو هي يعني شو بيختلف عن كلوب شو بيختلف عن جوارديولا شو بيختلف عن المدربين الموجودين لا فارق فارق شاسع فارق شاسع بينه وبين المدربين أنا بصراحة عمالي بشوف أرتيتا مقنع أكثر يعني كمدرب يعني منحكي مدرب عارف شو بده من اللاعبين أرتيتا لامبرد على سبيل المثال عملنا منشوف فيه فرق شاسع لحتى إحنا نقارن بين سولشاير ويورجين كلاب يورجين كلاب من أول موصل لليفربول شفنا أنه إحنا بيسعى على الرغم أنه عانت طلع هنا المشكلة يورجين كلاب لموصل لليفربول العانة في البداية أنه العناصر الموجودة مش عمالها بتساعد على تطبيق أفكاره إحنا مش عمالنا منشوف أنه إيش هي الفكرة حتى نشوف أنه هل العناصر الموجودة بتساعد سولشاير ولا لا سولشاير هو مدرب جيد ولكن ينقص الجرأة بتبني فكرة بتبني فكرة اليوم نيجي نحكي أنه في فكرة اليوم الفكرة الواضحة إجابة على مختصرة على هذا السؤال دفاعه هجم مرتد العناصر بتساعدك على الدفاع والهجم المرتد أما تحاصر فريق وتلعب أمام فريق متكتل دفاعيا عندك مشكلة باللمس الأخيرة مش عمالها بتنحل عندك مشكلة باللمس الزائدة يعني هاي كمان عند اللاعبين بتحسنها موجودة وعند كل اللاعبين لمس زائدة وأمارات أنا آسف بسميها لمس ساذجي موجودة مشاكل بالدفاع موجودة بالتحول من الهجوم للدفاع جميل طب خلينا نحكي عنه واحد أخير بعدين احنا حنطلع من البريمير ليك بس حنرجع له لينجرد في ناس طلبوا مني شخصيا إليك أسألك عن لينجرد بيحبوني هدون والله العظيم على الواتساب وعا تويتر وعا كل مكان بيقولوا ليسألوا عن لينجرد بدون بيخربوا الله يقولوا محمد لا 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 طيب يا أخي ما بتحسوا إنه هالولد يعني زي كان كبش فدى زي في اللينة جديد مو كان يعني في اللينة ما سكوت عنه لا 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 شوف شوف في فرق بين كبش الفدى ويعني مثلا تيجي تحكيلي على سبيل المثال بايي على سبيل المثال هو صفقة احنا ما استفدناش منها إشي في منشستر يونايتد من الممكن الظروف خارجة أما لينجرد شوف أنا مشكلتي مع لينجرد يعني هسا إذا حكال يعني أنا ممكن رسل بس كل يروح كامل كامل حابين نسبة عنه شوف أنا مشكلتي مع لينجرد إنه هو لاعب يعني ما بشوفه حتى في الفرق المتوسط يعني يوصلح لفريق المتوسط لاعب خالي من المواهب يعني كل لاعب في العالم أنت عمالك بتشوف خلينا نحكي بالتوب سكس على سبيل المثال بالتوب سيفن بالتوب ات بأي فريق بأي دورة من الدوريات كل لاعب بتمسكه بتحكي هذا فيه ميزة أي لاعب أي لاعب حتى لو لاعب عندك بتمسكه وتحكي هذا فيه ميزة أوكي لينجرد بتمسكه عيوب 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 جد جد ما في عنده يعني مراوغات سرعة تمرير أنا زلمة أتعبني لا 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 أتعبني متعب للفريق يعني أنا طب لاش بخلينه الآن في عنا مشكلة في منشستر يونايتد وهذه مشكلة لازم إحنا نكون صريحين فيها في احترامه فيها الكبير لسا في منشستر يونايتد وصعب جدا في منشستر يونايتد تجيب لاعب تحكي أنه هذا اللاعب كان يراهن عليه ذي ريكسون أن يكون واحد من أفضل اللاعبين ويكون فاش هاي مشكلة مشكلة أنه لعب إنجليزي مشكلة أنه من من شباب النادي أوكي مشكلة كمان أنه المدربين يا أخي المدربين يعني مثلا أنا كثير عجبني سل شاير من أول ما وصل أول يوم وصل فيه حكى لفلايني مسك فلايني قال الله أعطيك العافية خيار حلي أوكي بس نفس الشيء لازم عملت مع لينجر يعني هاي بتحس أنه موجود في الدورة الإنجليزية طبعا بشكل عام أنه اللاعب الإنجليزي المدرب دائما بيكون محتاط كثير بالتعامل معه محترم زيادة عن اللازم اللاعب الإنجليزي عندهم صحيح محترم جدا وفي بعض اللاعبين الإنجليزي بصراحة لا يستحقوا الإحترام